يأتي الإسرائيلي مع السعود طبعاً الأماراتي لعب لعبة مرعبة بالوصول ترام إلى دفة الحكم ترى لا تستهينون بمحمد بن زايد هذا ربيب الموساد والماسونية العالمية بشكل مرعب وعلى هذا الأساس حتى من يسلم على ترام يحتقره لأن يعلم أنه كان الوسيط بينه وبين المخابرات الروسية محمد بن زايد كان الوسيط بينه وبين المخابرات الروسية كتبوها عني والعنوني إذا كان كلم على هذا الأساس ستكتشف السي آي اي إنها في ورطة قد سلمت المعلومات الرئيسية عن ترسانة النووية وسلمت شنو الملفات العملاء في كل العالم وعلى هذا الأساس إن الأمور قادمة يقينا إن الشام السنة الـ 19 لن يكون من أحبهم فيها مو الحزب الحزب ما لي شغل به دولا أقدسهم ولكن أنا في كلامي اكتبوها عني والعنوني لأن الروسي تآمر الآن عليهم بدون أن يدرون حظني وحظنك